الله بيقدر يحد أو يقدر يقول الشيطان يعمل إيه وما يعملش إيه طب إحنا ليه بنشوف الناس تعبانة ومتضايقة وموجودين في مشاكل والشيطان مبهدلهم ليه ده شيء طبيع يا أخت هايتي ما فيه شيء جديد لأن من ساعة ما سقط الإنسان وأصبح الإنسان تحت سلطة الشيطان صحيح إن الله له السلطان المطلق لكن بعد سقوط الإنسان أصبح الشيطان رئيس هذا العالم والرب يسوع قال عنه الصارق لا يأتي إلا ليسرق ويزبح ويهلك وده اللي النهاردة الشيطان بيعمله في البشرية نتيجة استقلال البشرية وابتعادها عن الله لهذا السبب جهل الله إلينا متجسدا عشان كده الرب يسوع قال وأما أنا فقد أتيت جنب نين من عند الآب خرجت فالله ظهر في الجسد أتيت لي يا رب قال لي تكون لهم حياة وليكون لهم أفضل طب والحياة الأفضل دي تكون لنا إزاي؟ قال أنا هو الراعى الصالح والراعى الصالح يبزل نفسه عن الخراف دخل إلى معركة الصليب وفي الصليب صحق الشيطان وبالقيامة أعلن الانتصار وأصبح من حقه يحرر الإنسان عشان كده قال تعالوا إلي السؤال من من البشر أتى عشان كده قبل ما تسأليني على حال البشرية وما يفعله الشيطان اسأليني عن حال البشرية في رجوعها إلى المسيح واقترابها إلى الله لما آجل الرب يحررني فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار عبابون ضمن خرافه يمسكني في يمينه بالتالي محدش يقدر ياخدني من إيده وله السلطان إني يديني الانتصار أنتم الذين بقوة الله محرسون لكن أنت بتكلمين على بشرية بعيدة عن الرب فلابد أنه واقع تحت سلطان الشيطان بيتعبهم وبيتعسهم تمام أكمل حاجة يعني قبل السقوط الشيطان ما كانش ليه سلطان على الإنسان بذلك قبل سقوط الإنسان آه قبل سقوط الإنسان لكن بسقوط الإنسان اتشالت في عبارة كده في المجلس الشعب الحصانة يعني كان في حصانة إلهية في البداية أكيد لكن لما سقط الإنسان اتشالت الحصانة دي فبقى سهل جدا أن الشيطان يتعامل أو يسيطر على البذرة ما هي دي أجرة الخطيئة هي موتة دكتور سحاق أجرة الخطيئة موت يعني انفصال موت يعني انفصال انفصل الإنسان عن الله بسبب الخطيئة وأصبح الشيطان يفعل ما يريد علشان نرجع إلى الله تاني كان لازم المسيح يزيو موت على الصليب وقوم شكده عاوز أرجع إلى الله ما فيش رجوع إلى الله إلا من خلال المسيح